قطع والي ولاية الجزيرة عبدالله إدريس بأهمية دور مشائخ الطرق الصوفية في ترسيخ الدولة المدرية والتغيير في السودان جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مشائخ الطرق الصوفية شملت مسيد الشريف عبدالله والدل أبيض بمحلية أم القرى ومنطقة أبو حراز بمحلية مدن الكبرى ومسيد الشيخ محمد سرور الشيخ عبد المحمود الحفيان بمدينة طابط بمحلية الحصاحيصة يرافقه ممثلون لتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية وأشاد الوالي بمنهج الصوفية الوسطى ونبذ الغلوي والتطرف ونشر قيم المحبة والتواضع من جانبه داع الشريف يوسف الشريف عبدالله والدل أبيض لمعالجة قضايا مشروع الجزيرة والنهض به وتشغيل المصانع وفتح فرص توظيف للشباب